بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنخدم المحاضرات بتاعتنا الايكتش الرقم 5 بموضوع مهم جدا هو استخدام مهارة التعامل مع الاسبريتشيت اللي هو مثلا الاشتراكة في ايجاد الحل فمثلا عاوزين نعمل البرك ايفن اناليسيس باستخدام الخاصية بتاعة الجول سيكس اللي هو الهدف المنشود اللي عندي طبعا احنا عارفين ان الاسبريتشيت بتاع الاشتراكة الاشتراكة كثيرا جدا عندي فلوانا عندي مثلا مسألتين مسألة كده بتقولي عندي 2 machine 1 و 2 و ال following estimates use spread sheet انا عاوز ال spread sheet وتجيب الانوال ورس analysis to select 1 at ده اسمه المنمم attractive rate or retain خلينا بالنا ان هو يقول سعر الفايدة المناسب اللي عندي 10% وبعدين بعد كده هو تجيب لي use goal 6 استخدم الخاصية بتاعت goal seek to find the break even first cost المعلومات اللي عندي ان الماشيني الاولانية هتروح تشتريها بـ 80 الف يبدأ negative value وهتديك تدفق نقدي positive حبارة عن 25 الف سنويا وهتبعها salvage value في النهاية بـ 2000 والعمر الافتراضي بتاعها 4 سنوات العرض التاني لهذه المكنة التانية هتروح تشتريها بـ 120 الف وهتدر عليك ربح مقداره 22 الف سنويا وهتبعها صلبش value في الاخر برعا عن 3 تلاف وهتعيش معاك 6 سنوات اي العرضين افضل ولماذا اولا عشان نقدر اقارن ما بين العرضين دول يجب ان اقارن ما بينهم باستخدام الانيوال وورث او الانيوال كوست الانيوال كوست لو الانيوال وورث يبقى كله بالنيجاتيب لو اناولت الانيوال كوست يبقى بتحط الكوست بالبوزيتيف والارادات لو في ارادات حطها بالنيجاتيب ما اقدرش اقارن المكانتين اللي هما عمرهم مختلف باستخدام لا البرزنت ولا الفيوتشر ما خبالك انا اقول دي بتصرف عليها كم في السنة ودي بتصرف عليها كم في السنة لكن ما اقدرش اقول دي تكلفتها الان كم ودي تكلفتها الان كم يبقى المقارنة ظالمة مقارنة ظالمة يبقى النهاردة اول فكرة تاخدها ان شاء الله قبل ما نخش في المقارنة ما بين المكانات وكلام ده بصورة اعمق ان لو كان العمر اللي عندك غير متساوي يجب المقارنة باستخدام الانيوال الاي يبقى في الحالة ديت select machine a with annual wars يعني ايه بقى اجيب الانيوال wars الانيوال wars بتاعة المكانة الاولانية انا هروح اشتريها بـ 80 الف يبقى ناقص 80 الف اضربه في الفاكتور to find a وهي present وحسب سعر الفايدة لراجل من دهولي 10% وعمرها الافتراضي 4 سنين وبعدين بتدر عليك positive cash flow يبقى 25 الف اضربه في الفاكتور ها هيدرب مش هيدرب في حاجة ليه اللي هو هو annual يبقى مش هيدرب في حاجة وبعدين اقول زائد ال salvage value اللي عندي اللي هو عبارة عن الالفين دائرات بس اودي annual وهو future وحسب سعر الفايدة 10% وهيجيلي بعد 4 سنين اخش التياب والاجيب الكلام ده احسب ال annual worth بتاعت المكنة الاولانية ال annual worth بتاعت المكنة التانية احسبه ازاي برضو انا عندي هناو اتناقص 110 الف هتتضرب في الفاكتور to find a given b و 10% وعند 6 سنوات وبعدين اقول بتدر عليها 22 الف يبقى 22 الف دي سنوي مش هتتضرب في حاجة هي annual ورايح ال annual يبقى مش هتتضرب في حاجة وبعدين زائد ال salvage value اللي هو 3000 اللي عندي هنا هوت اوديهم annual وهو future و 6 سنوات اللي عندي اشوف الرقم ده كام والرقم ناكان ايهما اعلى هو الافضل لو في واحد فيهم بالنغاتف مرفوض ماخدين بالكو يبقى انا في الحالة دي ابدأ اشوف عملت الكلام ده على ال excel وقلت والله minimum attractive rate of retain annual worth بتاعي بهذا الشكل ال excel يجيبه لك على طول هنا 193 هنا يجيبه لك بالنغاتف يبقى الماشين 2 ها اقدر اقول الماشين 2 مرفوضة الماشين ايه ايه اللي مقبولة ب193 دولار annual worth يعني تدر علي ربحا سنويا مقدره 193 اما ده هيجيب له خسار طب لو انا عاوز اخلي الاثنين زي بعض باستخدام هذا الرقم يعني انا اشتري المكان اتنين دي لو كان سعرها كام علشان تكافئ المكان الاولاني دين في الحالة دي اتبقى اقدر اجيبها باستخدام خاصية الجول سيك اما حط الكيرسور على المية وعشر هنا ها واقول والله انا عاوز الكلام ده يساوي 193 انا عاوز الخلية دي تساوي 193 عن طريق التغيير في الانيشال كوست في الحالة دي روح الاكسل اللي جايب لي الرقم مباشرة يبقى انا النهاردة بروح حاطة هنا هوت اقول له الخلية اللي عنوانها سي كام 11 سي 11 عاوزها ايش عاوزها تبقى 193 طيب عن طريق ايش اقول له عن طريق الخلية دي اللي كانت ناقص 110 يروح هو مع الدلي ويجيب لي والله المكانة دي مفروض سعرها ما يزدش عن 96669 علشان تبقى مكافأة للمكانة دي بحيث تجيب لي 193 وديت الخاصية او المهارات اللي نحن بنستخدمها في استخدام الجول سيك اللي هو الهدف المنشود اللي عندي يبقى انا جبت التعادل بين المكانتين ها باستخدام خاصية الجول سيك في الاسسل اللي عندي الاسايمنت اللي عندي هذا الاسايمنت الاولاني هذا كاشف رو دياجرام وكاشف رو دياجرام عاوز قيمة جي اللي تخلي بتو كاشف دول متسويين اشتركوا في القناة